نعم محمد محالو كان اسموكا محمد بوضو تفضل قل السؤال ديالك وعاا انا كنت مرأت كان الكرش ديالي من فوقه ومشيط الطبيب وحايدو لي الماء نعم اللي من الحايدو لي مرحوية تودابا وفدابا بزال باقي كرشي كانت فرجني نعم السكر تفرجني وقتحان عندي من فوقه الكرش الكرش لي كانت عندك عمرة بماء ولا شي بلاصة اخرى لي كانت عندك عمرة بماء اللي هي صدر ولا ولا القلب ولا شنو واش الكرش بتضبط الكرش بتضبط اهه والطحان عندين فوق ومازال بغي كشي قد حرق اليه وانت شوش شو الحال اليولان واضح دكتور احسين اهه دكتور احسين واضح فوقشك فوقشك عندك هاد زيادة في الماء اه 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 بشي شعاره اللي حيبينه نعم شوف اه إلا كان عندك الالام ما بالامور اللي كتستعملها على الصعيد الدولي اللي النقص من المشكل ديالالام هو شرب ديال البابونج البابونج كسق بالفطور قبل اغداء قبل اشاء شنو هي كسق بالفطور قبل اغداء قبل اشاء كتاخد دائما معلقة كبيرة ديال البابونج وكتخوي عليه الماء سخون وكتخليه مدة ديال اربع ساعة مغطيبش حاشة ديال الخشب وتصفه من بعد وكتشرب داك الماء اللي خصو يكون ماء صفر دهبي وكتاخد كسق بالفطور قبل اغداء قبل اشاء مدة ديال سبعية ولو ان الالام يمشيوا غتكمل مدة ديال سبعية فهو الناس في وضع بيستو في دول اخرى ولو كيشربوه بحال شكل ديال اهتي عندنا هنا في المغرب وهذا احنا بما انه التمن دياله غالي ما نقدرش نقوله العباد الله يتمدوا في شرب دياله ولكن باش المسألة الطبية عندك مدة ديال سبعية ثم بعد ذلك إلا كان هناك عندك زيادة في الماء في أي مكان من الجسم ديالك إلا كان هنا عندك زيادة في الماء كتاخد آزير وكتاخد زرعة ديالك التان وكتاخد الحب السوداء الحب السوداء ماشي السانوج ماشي شي حاجة اخرى الحب السوداء هادو السيد اللي غي يعطيه لك سولو وقلوه التقى في الله وعطيني الحب السوداء كنقول آزير وزرعة الكتان والحب السوداء كتاخدوه من نفس المقدار وكتخلطهم وكتديروشي قريعاتي ديال الزاج وكتاخد للاحد معلقة صغيرة وكتخوي عليها المسخون وتخليها مدة ديال ربع ساعة فلما كتمشي بها الطريقة هدي جميع المياه الزائدة في الجسم كتخرج وكينشف لك داك المكان اللي عندك فيه المشكل ديال الزيادة في الماء وهدي مدة ديال سبع أيام خاص بإذن الله جميع داك الزيادات غد يتقدلك بإذن الله ونطلب الله سبحانه تعالى أنه يسرع لك في الشفاء ديالك جميعا